وأسألك بالله أن تتدبر معي هذا المثل النبوي البليغ الذي ربما يستمع إليه كثير من المسلمين والمسلمات لأول مرة مثل نبوي في غاية البلاغة والدقة ففي الحديث الذي رواه بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان وفي لفظ جنتان الجنة هو ما يتقي به الإنسان ضرب الرماح والسيوف والسهام ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان وفي لفظ جنتان من حديد من ثديهما إلى طراقهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه الله 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 وتعفو أثره الله إيه الربع دي كلما أنفق المنفق كلما سربل بسربال الحماية والرعاية والعناية والحفظ وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها مقيد مكتف مكبل مغلول إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع كيف تتسع أنت ممسك على نفسك فلن تتسع إلا إن وسعت على غيرك إن وسعت على نفسك وأهلك وأولادك وعلى غيرك إذا وسع الله عليك فأوسع على أهلك وأوسع على الفقراء والمساكين وقفت على تعليق رائع بديع من شيخ بن القيم رحمه الله على هذا الحديث المبارك فيقول لما كان البخيل محبوسا مقيدا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير وكان جزاؤه من جنس عمله فوضيق الصدر ضيق الصدر ممنوع من الانشراح هل عرفت سر ضيق صدرك هل عرفت سر عادة من شراح صدرك لبخلك لضيقك لتضييقك على الخلق لإمساكك على نفسك وعلى أسرتك وعلى أولادك وأنت في ساعة وبركة فهو صغير النفس هذا البخيل الممسك صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة لا إله إلا الله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسر لعسره لا تكاد تقضى له حاجة ولا يعان على طلب له فهو كرجل عليه جبة أو جنة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه مقيد مكتف بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا يستطيع نحركها بل كلما أراد أن يخنج أديه أو أراد أن يوسع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها ما يقدرش هكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله كلما أراد أن يتصدق وأن يعطي منعه بخله فبقي قلبه في سجن البخل هذا ترجمة نانسي قنقر